موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 أن المعايير أخرى التي تعتمد أو التي تنطلق من التعريف رياضة المستوى العالي والتعريف هذا الذي يدروه باحثين في هذا المجال مما أدى بنا إلى اختيار 32 جامعة تتوفروا على فرق ورياضيين ذات المستوى العالي الذين يشاركوا في بطولات دولية وتوصلنا أننا نختاروا 24 جامعة أولمبية و8 غير أولمبية تأديبية وبعيدة عن تعزيز الكفاءات وتانيا على المستوى الحكامة التنظيمية التي تخص العلاقة ما بين الجامعات والوزارة الوصية والجناء الأولمبية فهي حكامة تقوم على آليات على آليات التبادل الغامضة تؤدي إلى خلاف إلى خلافات مالية وتواجه إكرهات مرتبطة أساسا بنقص في الكفاءات هدوهما الخلاصات بالإضافة إلى ذلك تظهر الجهات الفاعلة في هذا المجال تنافراً فيما يتعلق بمبادئ الحكامة الجيدة وخصوصاً مبادئ الشفافية المسؤولية الكفاءة والفعالية ونقدر نعطي بعض بعض الأمثلة بعض الأمثلة التي يمكن من خلافها ما هي الآليات التأديبية في الجامعات لاحظنا بأن كين توظيف تقديري للأطور التكنية اللي هي مبنية على معايير موضوعية كين أمو أخرى هي عدم الاستفادة من تجارب ناجحة مما يعيق على الحفاظ على الخلافة العقلانية والقرارات في الجامعات فهي رئاسية مئة بالمئة ولا تدخل في إطار منهجي تشاركي هذه من بين غير أمثلة باش نفهم ما هي الآليات التي تعتمد متميرة من خلال استبعاد المديرين التقنيين من تغيير عند وصول كل مكتب مديري جديد وهذا المديرين التقنيين كان قطرحوا باش أن يتم تعين ديالهم من طرف الوزارة الواصية معتمدة على معايير موضوعية هذا الاقتراح الأول الاقتراح الثاني بناء ديناميكية تبادل معرفي معرفي على أساس على أساس أدى التعاقدية تشكل أدى حقيقية لتقييم الجامعات الرياضية والاقتراح الثالث هو تنظيم لقاءات بصفة مستمرة ما بين تقنيين جامعات كاملين هذا هذا هو اللي يؤدي لخلق لخلق مما يسمى بالمعرفة القابلة لتنفيذ لأنك اللحظوا في الجامعات هناك أطور اللي عندهم مستوى دراسي عالي وعندهم يعني يعرفوا كل ما هو يتعلق بالميدان الفيزيولوجي والبيولوجي والبسيكولوجي ولكن هذا يبقى معرفة هي أكاديمية من يصل المؤطر المسابقة فهنا تصدر عوامي أخرى هنا خاصنا المؤطر يكون توفر على هذه المعرفة التي قابلة للتنفيذ في الميدان وهذه اللقاءات ما بين الأطور التكنية دي الجامعات كاملين هي اللي تخول تكوين هذه المعرفة القابلة لتنفيذ أثناء المسابقة نعطي المثال فرنسا خاصة عشرين مليون أورو لتمويل مشاريع بحث في مجال رياضة المستوى العالي والنتائج دي البحوث هذي غيستفدمون رياضيين دي ولها لغيشاركوا في الألعاب الأولمبية لمنظمة في بلادها في 2024 وهذا كي بينا ماذا أهمية الميكانيزمات والآليات المعرفية ترجمة نانسي قنقر